موسيقى سيسعد لي مساكم مشاهدين الكرام يا مرحبا وسهلا فيكم في أمسية جديدة من أمسيات حديث المسا مشاهدين السعادة الحقيقية تكمن في داخلك وليس في وجوه الأشخاص الآخرين فبحث عن سعادتك في نفسك لتسعد ولتمضي في أيامك براحة كبيرة لتعرف قيمة نفسك ولتحافظ عليها وتطور منها وترتقي بها إلى أعلى المراتب طبعا متابعين نبدأ معكم ممسيتنا اليوم بكل حب وتفائل والسعادة بتواصلكم أكيد إضافة جميلة لحديث المسا لذلك يسعدنا تواصلكم معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الموضحة أسفل الشاشة مثل ما تشوفونها مشاهدين تويتر ويوتيوب وأيضا انستجرام نستقبل من خلالها أراءكم كل ما تحبون نطرحها في حديث المسا لذلك هلكم ويانا أرحب بكم مشاهدينا من يديد وأكيد بفقرتنا أقلام ملونة طبعا مشاهدينا يفكر ويبدع ويرسم بقلمة مجموعة من الحروف والكلمات التي تخبئ في فناياها الكثير من الأحاسيس والعاطفة التي تعبر عن المحيط من حوله من زاوية الشعر والشعر أرحب معي في أمسيتنا لهذا اليوم بالشاعر حمد بن غليطة حياك الله معنا الشعر الله يرحب بك على فضل الله الله يسلم يا مرحبا سألأ فيك الله يحب لك جميلة نبدأ أمسيتنا اليوم بشاعر وكلمات شعرية جميلة من الشاعر حمد طبعا في البداية الشاعر حمد دمنا نتكلم عن الشعر والأبيات الشعرية بحد ذاتها باب كبير ممكن نتكلم فيه فدخول الشاعر حمد في مجال الشعر ما شاء الله دائما نشوف طاقات الشبابية اللي عندنا ودائما نفخرنا في طاقات شبابية كثيرة عندنا تدخل في مجال الشعر وتبدأ في هذا المجال فدخولك في مجال الشعر وإحساسك أنه فيه إحساس داخلين لابد أن أترجم هذا إحساس بكلمات شاعرية كيف لبست هذا الإحساس فيك والله أنا بديت تقريبا 2009 في مجال الشعر وكانت عندي كهواية ما أخذ الموضوع كنت طبعا أول سنة كان الموضوع يعني شوي صعب في صعوبات ما كنت يعني أبين لحد أني أنا أكتب أو شيء لأنني ما كنت عارف أوزان الشعر أو القصيد بمعنى يعني كامل فمن 2009 تقريبا لن 2010 أنا كان شيء بيني وبين نفسي ومتردد أن هل يعني أشاور حد فيه هل أبين لأنا أكتب أو لا وبديت يعني الحمد للأ من 2010 تقريبا أنطلقت في هذا الموضوع جميل جميل لأنني آمن بالطاقات التي في داخلها ويظهرها وما يكمنها في داخلها صحيح لأنني لما أظهرت هذا الشيء بالعكس لقى هذا الشيء اهتمام من الناس التي حولك أو كل من يسمع هذا الشعر صارت لك قاعدة شعرية أو قاعدة جماهيرة شعرية حاليا صحيح لكن تتحديتها واستمرت في هذا المجال وهذا الطموح اللي دايما يكون في كل فنان صحيح فمثل هذه التحديات اللي واجهتها في بداية مجالك والله دخولي كان صعب مثل ما قلتي دخلت في ناس أيدتني مثل ما قلت في ناس أيدتني ووقفت ويايا في البداية لكن في عنصر مهم عارضني اللي هي لوالدة الله يحفظها الله يحفظها دائماً من الوالدة إذا قالت كلمة فهي يعني كانت عندي الناس كلهم فيه شفه والوالدة فيه شفه ثاني فهي كانت تعارض فهي كانت تعارض نقطة وحدة اللي هي الشعر الغنائي وأنا بدايتي كانت توجهت يعني دائريكت للشعر اللي هو الغنائي فالوالدة كانت عندها قاعدة أنه كون شاعر عد قصية تسوي لي تبوي لكن الغنائي ابعد أنا لكن بعد ما أنا طبعاً مرة سنة وسنتين مثلات خلاص حين اقتنعت يأست خلاص يأت ماشي فائدة طبعاً جميل أنك بديت في الشعر وأيضاً قلت أنك كنت شوي متردل بسبب تسليه الأوزان والقافية وفعلاً الواحد لا بد أن يكون حريص في هذه الأمور كيف داركت الوضع في هذا الموضوع ولينا عرف أنه أنت دائماً تحب تسمع الكثير من الشعر وتحب تابع الشعراء وتابع الشعر بشكل عام بدايتي كنت أحب أسمع لصراحة أنور المشيري وحب أسمع لحامل زيدي يعني كانوا هلا قدوتي صراحة في البداية وكنت أسمع لهم كثير كنت أثرت فيهم في البداية ولازلت أسمع لهم يعني أنا شوفهم أنا هالثنين عندي عمالقة في الفن صراحة نعم بالفعل كلماتهم الشعرية الجميلة فهي هذه كانت البداية وكتوجهي وكمواضيحتك الشعرية كنت أسمع وكنت أتعلم وكنت أقرى أي شيء يطرحونه لكن سلطان لعويس شي مثلك؟ سلطان أخلي كان صراحة أول بداية طبعا أول ما بديت أكتب أنا خلال فترة اللي قتلك السنة هذه اللي أنا كنت ما أبين لحد فكنت أتصل وكان يسمعني دايما قصيد هو طبعا هو أقدم عني وأعلم عني وأخبر عني فكنت أقول لسلطان أبا أسمع قصيد شو رأيك فيه فقل لي سمعني ما كنت أقول لنا كلامي كنت أقول لنا قصيد فكان يقول لي مثلا خلال مثلا في البيت الفلاني كنت أعدل 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 لينما حسيت نفسي أنا قادر أني أطلع بصورة القصيد عندي كامل وقمت أسمعه وبالعكس قام يشجعني بس للأسف يعني حين ما في تواصل بيني وبينه يمكن قبل آخر تواصل يمكن قبل سنتين ما أدري هل هم سافر يمكن كل واحد عنده ظرفه طبعا لكن الإنسان هذا يعني لا فضل كثير علي وكبير علي دايما الأشخاص اللي دايما يكونوا دعمين في بداية أي مشوار تظل ذكرهم دايما متواجدة في مشوارك سواء كان شعري أو فني أو غيرها بالنسبة أيضا لأبيات الشعرية نحن تكلمنا نحين أنك دخلت في الشعر وتكلمنا نكا شاعر موجود معنا أكيد حبي نسمع منها بعض الكلمات الجميلة شو رح تسمعنا اليوم عندي قصيدة دعمها يول قصيدة أحب أوجهها للشيخ السلطان بن محمد القاسم اللي حفظ حاكم مارة شارجة وأحب أقول كلنا نلبي صغيرا أو كبير كلنا نلبي صغيرا أو كبير دام بو محمد لنا أكبر مثال كلنا عونك ولك فضلا كثير كلنا نوفي على عهد الرجال أبشري دايم بعزن للأخير أبشري دايم بعزن للأخير دام راعي المجد يحكمها بجمال شيخنا سلطان دمت بألف خير صنتها في منظر فاق الخيال ما عليك قصور والمعنى حرير في دروب العلم يا عذب الخصال انت بونا كلنا بنهجك نسير غرسة كل نحصده قول وفعال وكلنا نلبي صغيرا أو كبير دام بو محمد لنا أكبر مثال سلامتكم صحر لسانك سعر كلمات جميلة كتبت في شخصيات كبيرة أيضا توجهت في الأون الأخيرة للشعر الاجتماعي مع أن توجهك بشكل كبير للشعر الغنائي أيضا هذا المجال راح نتكلم فيه توجهت في الأون الأخيرة للعاطفي أكثر عن الاجتماعي صحيح ما السبب أنك غيرت شوي في مسارك أو أنك تنوع بشكل عام في القصايد ولكن خصصت في الأون الأخيرة لهذا الشعر أو لهذا المسار وهو الشعر العاطفي يعني أنا يمكن قسرت في وائد أشياء صراحة تقصيرين في الساحة التي بدخلتها تقصير الأول أني مثلا أعطيت القصايدة العاطفية بحجم جدا كبير وما أعطيت القصايدة اللي مثلا الاجتماعي حقها فأنتكتبت في العاطفي ولكن توجهت بعدين للاجتماعي يمكن الاجتماعي توجهت لجدا متأخر والنقطة الثانية اللي أنا يعني تأخرت فيها اللي هو الظهور الإعلامي هذه النقطة أيضا مهمة يعني اليوم نحن قاعدين نتكلم نحن فخورين أنت موجود معنا اليوم وطلعت من خلال قناة الشرق يومي كلبة أيضا هذا ظهور إعلامي لك إن شاء الله يتكرر في المرأة القادمة لأن بالفعل دائما الشاعر كلماتها لا بد أنها تنطلق تظهر للجميع حرام أنها تكون مكبوتة في أوراق أو يكبتها الشاعر عنده وما ينشرها للملأ بالنسبة للشعر الاجتماعي توجهت لها في الآونة الأخيرة وأكثر الشعراء تقريبا نشوفهم يتأثرون بالواقع الاجتماعي بالقضايا الاجتماعي الموجودة ويكتبهم فيها صحيح أيضا هذا الشي موجود عند الشاعر حمد هل تتأثر بالقضايا الاجتماعي وتأثر فيك بدرجة أنك تتجه للقضم وتكتب هذه الكلمات آخر فترة هي كأول بداية يعني كتبت عن كذا مناسبة مثل مناسبة يوم الشهيد نعم وكانت عندنا مبادرة توعوية للمخدرات مثلا كانت في مبادرة في كذا موضوع اتطرقت لاجتماعي الحمد لله يعني أشوف ردود طيبة أكثر عن العاطفي لأن حين الساحة امتلت من العاطفي وكلام حب وخيانة وعتاب وشوق فيقول لك ليش يا حمد ليش ما تتطرق أنت في الاجتماعي تقدر تتوسع فيه تقدر تسوي تقدر تسوي أيضا تكتب في بعض الأشعار اللي قد يقول لك احنا حابين نسمع منك في الشعر الفلاني حابين نسمع في الشعر الفلاني أيضا تتجه لطلب الجمهور شو يطلبون منك شو اللي حابين يسمعونه أكيد دايما فيه تواصل من بينكم ومن بينهم من خلال شبكات تواصل اجتماعي أيضا من خلال تواصل مباشر معك هنا نعم فيه يعني مثل ما قلت لك اللي كانوا يطلبونه يعني الكلام كانيني غالبا من ربعي حتى أن حمد ليش ما تتطرق للاجتماعي هو هذا يعني أكثر طلب كانيني وفيه طبعا طلبات تانية فيه الناس اللي يطرقون للعياد الميلاد الأعراس الزفات بشكل عام بعيد عنها لا بالعكس أول بداية يمكن أول سنة سنتين ما كانت تؤمن في هذا الشي فبعدين توسعت في المجال تقريبا شبكات تواصل اجتماعي أنت مش من المأيدين لشبكات تواصل اجتماعي لهذا السبب نقدر نقول شوي بعيد عن الظهور الإعلامي ترفض دائما الظهور الإعلامي والله يمكن لكن بعيد كل ما كان حد يكلمني سأعتدر في شي أعتدر وهذا شي أنا شوفه غلط صراحة لكن ما أحب الظهور الإعلامي هذا السؤال الذي أنا احترت وقاله جواب ما لقيت له فما كنت أحبظه لكن هذه خطوة اليوم جريئة بحيث أنك تكسر هذا الحاجز نعم بداية عندكم وإن شاء الله ما تكون آخر مرة ولا أول مرة طبعا تعتبر الشيخة مهراء القاسمي هي الدعم الأول للشاعر حمد نعم الشيخة مهراء الذي يطول في عمرها كانت من الدعمين الأساسيين لي صراحة في أول بداية لي أحب أشكرها و يعني وقفتي وقفة جدا كبيرة فأحب أشكرها اليوم من هذا اللقاء طيب دائما هذه الشخصيات الجميلة لما تكون دامة لك في أي مجال تفخر فيها طبعا طبعا أكيد نتكلم عن الشعر الغنائي بما أن كان لك توجه كبير في الشعر الغنائي أيضا بالنسبة لي الشاعر لما يقدم قصايدة للشعر الغنائي بحيث أنها تغنى دائما قد يواجه بعض الصعاب في في تلحين الأغنية ممكن فيه شوي ممكن يطر يغير من قافية الكلمات الشعرية من الأبيات الشعرية ممكن يغير بعض الكلمات حتى أنها تتناسب مع اللحن راح يغني هذا الملحن أو المطرب فبالتالي هل تواجه صعوبة في أنك تغير بعض الكلمات لأن دائما القصيدة تكون عزيزة على الشاعر فصعب أن يغير فيها بعض الشاعر والله يمكن أول بداية كانت صعوبة لكن بعدين تعودت على الموضوع لأن في مرات مطرب يكون فيها الأغنية الحمعية فيضطر أن يقول لي حمد الأغنية هذه ما تناسب جو الأغنية أو الأغنية هذه مثل أزمة لي أنا في الأغنية فممكن يتغيرها فأضطر أن أنا أغير أو أغير شطر أو بيت حتى عشان هو يرتاح بالغنى فهي تصير وائد كثير تصير فعادي تقلمت معه جلوسك معي ملحن وأنك تغير نبدل ونعدل ونشتغل الغنية عادية طيب اهتمامك بقصيد دائما القصيد تعتبر شي خاص بالشاعر وشي مهم بالنسبة لها فالقصيد القريبة من الشاعر حمد أكثر قصيدة تحسن أنها أقرب لك من أي قصيدة ثانية صراحة لا يوجد قصيدة معينة لا تحبق بين قصيدك لا يوجد قصيدة يعني كل قصيدة يمكن لها موقف أو لها وقتها وتنكتب فيه وتروح وتي قصيدة فوقها وعلى هذا الحال لكن قصيدة معينة قريبا من حمد ما فيه وما في قصيدة يعني أثرت فيك أو كانت في موقف تعتبرها هذا موقف هناك قصيدة وحدة قصيدة إسلامية كانت وحاغض منها أربع بيات تقريبا تقول يا إله الكون سبحانك عالم الأحوال يا ربي أرى تجي عفوك وغفرانك الكدر والضيج في قلبي استغيثك عند بيبانك ما نفعني بلسم وطبي من قراء آيات قرآنك خاشعا للذكر وملبي كنت لاهي دين تبيانك ولا هو واللعب ذا دربي ساهيا عن قبلة أركانك تايهن دنياي تلعبي طالب أن يشملني حسانك تمحي الزلات والذنبي يا إله العرش سبحانك زيح ضيق الهم من قلبي سلامك صحي سانك شاعر على هالك لك صيدة التي أثرت فيني شوي وأثرت فيك وقريبة مني بالأحرى جميل أيضا الشاعر بما أن الساحة في الأولى الأخيرة انتشرت بالشعراء وفي كثير من الشعراء انتشرت في الأولى الأخيرة ولكن نشوف أنه أيضا مستوى أو جودة الشعر ليس بالمستوى المطلوب فهل هذا الشي هل هذه نقدر نقول أنها مشكلة واجه الشعر أنت تطرقتي للنقطة واجه بهم صراحة نحن نعاني ونشكي من زيادة الشعراء بشكل هايل الله يزيدهم ونقول طبعا لكن نكتشف أنه فيه مطرب يكتب يلحن يوزع يغن يعني ما شاء الله موفر كل شي نحن ما نعارض هذا الشي لكن فيه مثل يقول عدت الخباز خبزة صحيح فأنت ما تقدر تطرق مثلا تدخل في الشعر وتدخل في اللحن يمكن أنت تبدع في لحنك ونبدع في اللحن ويمكن الشاعر يبدع في اللحن لأن الشعر أساس اللحن وتفعيلاته تمشي على اللحن فيقدر يلحن لكن أنت كملحن صعب أن تكتب أبيات شعرية وصعب في نفس الوقت أن يمكن أن تغني لكن لا تقدر توفر كل شي بنفسك هذا شي أثر على شعره الصراحة مثلا مثال أن حمد يكتب وحمد يلحن فأنت تخرب على غيرك فتلقى أن مستوى الشعر تدنى خاصة لأون الأخيرة هذه تلقى مصطلحات غريبة تلقى ما في وزن تلقى عبارة الغنية عبارة عن للأسف لحن إقاع صوت مطرب وآلات موسيقية لا أكثر فتسمع أنت الكلام يأسفك أن الشعر نزل وما تسمي شعر للأسف يحزنك هذا الشي أن كثرة الناس تخرب على بعضها وتخرب على الشعار الأساسيلي موجود نعم الشعر الذي فعلا نطلق عليه اسم شعر نعم هذه المشكلة بالأون الأخيرة بالفعل حتى عندما يتجه هنا يسمع بعض الشعار المطروحة في الساحة حسنا أنه خلل في هذه القصيدة أو توصل معنا بقافية بوزن معين فبالفعل هذه المشكلة موجودة طيب بالنسبة نتكلم عن المسابقات الشعرية أيضا المجالس الشعرية الحوارات الشعرية الموجودة في الدولة أيضا هل هذه تختم الشعر بحيث أنه أيضا يشارك الشعر الآخرين يلتقي فيهم يتبادل الأرى مع الشعر الآخرين والله أنا أرى هنا ماذا غلط أنه الواحد يشارك وليس غلط أن الواحد يلاقي أخوان الشعار الباقين بالعكس هذا شيء يشجع الواحد يسمع ويمكن الشاعر يفيدك في طريقة تسمع منها يخبر عنك في السنين يداد محتاين يسمعونك فبالعكس هذا تعاون تحسن يفيد الواحد ولكن لم تفكر أن تشارك في مسابقة معينة لم يحدث للأسف أنا مثل ما قتلت مقصر في الظهور ومقصر في المسابقات وكل شيء هنا عليك عتب كبير صراحة يعني حرم الواحد يحكر أشعار بالمستوى المطلوب وحرم أنه لا يتطلع في مثل هذه المسابقات الشعرية وغيرها إن شاء الله لأيوم نلبي الطلب جميل إن شاء الله بإذن الله طبعا أيضا نتكلم عن النقد في الشعر وممكن في بعض الأمور في النقاد الموجودين ينقد لك بعض الأشعار وممكن حتى النقد يوصلك من الناس اللي حولينك من القاعدة الجماهيرية اللي يكونها الشعر فأيضا النقد بالنسبة لك سواء كان نقد بناء أو نقد هدام وممكن أحيانا النقد يكون لاسع أو نقد قوي فهل تتقبل هذا النقد بالنسبة لشعرك أو أن تحس أنه في صعوبة في تقبل أراء الناس والله أنا لأن الناس دايما ما شاء الله انتقادهم أكثر من الإيجابي صحيح هو ما في إنسان ناجح وما ينتقدونه صحيح القاعدة أساسية لكن والناجح هو الأكثر اللي يهاجمونه يهاجمونه شيء طبيعي هذا لكن النقطة اللي بتي أنت تركز عليها شو نوع النقد اللي إياك هل هو هذا النقد يعني جارح ولا نقد لصالحك في نقد كان صراحة لصالحي أنا اللي هو يعني الناس يمكن ما تعرف الشيء وبعلن فيه أنا من دخلت المجال الفن اللي هو الغنائي أول قصايد الأولية كانت قصايد كلها شعبية اللي هو شعبي تراثية تراثية وكلامنا نحن اللي مداركين عليه من دخلت مجال الفن بالأحرى الغنى الساحة هذه مختلفة تماماً عن اللي أنا أكتبها واللي يغنون الكلام اللي أنا أكتبها قليلين يعني المطربين الكبار فأضطر يا حمد أنك تغير هذا النظام اللي عندك وأكتب كلام خفيف صحيح فأضطريت أني أغير وبديت أشتغل على لغاني هذا النقد الثاني لياني منهلي بشكل عام أن حمد أنت كيف تكتب هذا الكلام يعني يمكن كلام خفيف لكن لا غير المتعودين على إلي 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 أنت بديت بشعبي لماذا تنزل من الشعبي أن تروح لشيء أضعف يا تم نفس المستوي يا هذا شيء كان ضدي صراحة هاي نقطة كيف تقبلت وكيف هل فعلا غيرت أن كل شعر لا توجهني هذا لا توجه معي وهذا أيضا توجهه الغنائي لطريق الخاص أنا لا أستطيع أن أغير شيء بس حاولت أرضي جميع الأطراف تميت على السيستم الذي أنا عليه قبل وكملت لكن لا زال وأنه في الغنائي لماذا لا تكتب الشعبي وغنو لك الشعبي يا حمد مع أن الشعبي مطلوب مطلوب ودائما نحب أن نسمع الأشياء الشعبية التي فعلا تردنا لوقتي ووقتي نسمع هذه الكلمات هذا كل حد يقوله لكن للأسف الأغاني إذا تنسمعها في الفترة الحالية الأغاني قليلة شعبية طيب نسمع منك شيء شعبي إذا شيء حاضر منك حاليا أو أنك مختار لنا قصيدة معينة قصيدة شعبية إذا كانت تحضرك عندي قصيدة تقول بروف يا الحساد بروف شيء بدأ من طيب الذات خدت ونظير العين وشوف اللي جنيت أحيه في حسرات الأول عليكم خل ملهوف يا كم وكم عانيت ليعات معات في الجافين معروف لو برتجيكم بضع حسنات لكنني من زود لحسوف قال برجع قلت هيهات حر وعايش بين لو لوف في شرغة والخير نسمات نار الندم ما تحرق اليوف يا لا يمي جفواك حرات من باعني بالرخص معيوف قطرة مطر في وسط لجات يا سلام يا سلام كلمات جدا جميلة كلمات يعني فيها كلمات ترافية جميلة أيضا ما شاء الله أنا عندي في القلر يقعد أسمعهم يشجعون هذه المستمتع على الشعر دايما الشعر الترافي لا روحة لا نكهتها نعم بالفعل اليوم ساعدنا بتواجدك معنا شاعر حمد بن غليط وساعدنا بهذه الكلمات الشاعري وهذه الروح الجميلة في الشعر وأيضا هذه الخطوة الجديدة في الظهور الإعلامي وأكيد جمهورك يستحق الأكثر فلا تبخل عليهم شكرا بإذن الله وبالتوفيق لك إن شاء الله شكرا لك شكرا لك طبعا لنا مشاهدين أكيد نشكر الشاعر حمد أتواجده معنا وأيضا على ظهور الإعلامي معنا في قناة الشرقية من كل بق لذلك مشاهدين راح ننتقل لفقرتنا التالية بعد هذا الفاصل القصير وقفة قصيرة راجعين نستكمل معكم سيتنا لهذا اليوم وابقوا معنا اشتركوا في القناة